طيب بوسي أول شهر من جوازنا ضربني واعتذر فسمحته دلوقتي بعد 8 سنين أصبح أسوأ من اللي فات ولما قلت خلاص كفاية وعاوز أتطلق الناس كلهم بيلموني المفروض الناس تحملوا العمر كله لحد ما يبقى يتغير وربنا شاهد وهو خير الشاهدين هي بس خلاص هي مرة هيدربك فتغلب فيجي يقولك معلش فخلاص بس مكمل على هذا الضرب كده قصة حقيقية وإحنا قلنا في قصص حقيقية لسه واحدة بتتجوز جديد فجزها قام وهم يعني من طبق كويسة قام بديها بالرجل قامت قيمة وقامت زقاة كده وقامت إيه لقيت له ياك تمدي إيدك على فهو هي بتزقه بيرفع إيده عشان بربها قالت له عملها جرب تعملها وقامت واخد هدومها وكلمة أبوها على طول ده لسه يعني في فنزلت فحمتها قالت لها إيه يا بنتي عادي ما كل الستات جوازاتها بينغزها بيدرابها قلت لها لا ده عندكم مش عندنا مش حاجة اسمها كل الستات جابت أبوها بالزبط أبوها قاعد فقاعدوا قاعدة فأبو الراجل أبو جزها يعني لسه بقى بيطلع المصحف يقول له ما هو مكتوب فأضربه قال له أنا يلا يا بنتي لمي حكتك ده ناس بتكلمني بتقنعني إنه هيضرابك أنسي قالت لي مش هنا وجون بعد كده بتقول لي ما عملهاش أبدا طبعا خلاص طبعا قال له مش مسموح ده قومي يا بنتي أنا مش عايز أسمع أنت بتقنعني إنك هتضرب بنتي بعد كده مش عايز ففكرة إنه إحنا اللي بنقول مدي إيدك عليه وهو يمدي إيده وعليكي والكلام ده كله لا ما تعمليش كده عشان برضه خوفا عليكي مش عشان حاجة لأنه هو ممكن يتجنن أكتر في يضربك أكتر بالزبط كده مش كل واحد هيأخذ رجلة هيسكت لا ممكن يتجنن في دماغه يعمل فيه حاجة تجي له ارتجاج في المخ ما ينفعش هو مدي إيده أنت هتمدي إيدك الموضوع ممكن يوصل لجريمة مدي إيده خذي موقف ورد فعل من غير ما تضيعي حقك خلي بالك إن مدي الإيد يا دعاء أو مدي الرجل ده ممكن يضيع حقك أصلا لكن أنت لما تخذي رد فعل ووقفة زي القصة الحقيقية اللي حكيناها زي واحدة هتمدي إيدك أنا ليه كبير أبويا نفس فيه بنات وفيه قصة حقيقية له أنا أبويا نفس ما مديش إيده علي ما ربنيش بالضرب يا جماعة إحنا عادنا سنين بنعاني لحد ما منعنا الضرب من المدارس أيوة نمنع الضرب من المدارس والودي روح يلاقي أمه بتبضرج ونقول واسمها وزارة التربية والتعليم ومنعين الضرب في المدارس عشان نقننه ونشرعه في البيوت طب إزاي؟ أنا بقولك ثقافة يعني زي الست اللي هي السيدة الفاضلة المدرسة الفاضلة أو المفاتشة في المدرسة اللي منعت الغش أمواقفل لها بره عايزين يضربوها دي ثقافة إنه الست دي لازم تضرب إنت واحدة طبقت القانون ومنعت الغش في مدرسة فالأهالي يوقفلها بره عايزين يضربوها حصل حصل بصي الثقافة إنه دي سيدة عايزة تضرب تضرب إيه الفكر ده؟ إيه فكر الضرب ده؟ أيوة المصيبة بقى إيه؟ عايزة تضرب ليه؟ عشان عملت حاجة صح؟